موسيقى صباح الخير مشاهدين الكرام و اهلا و سهلا بكم الى حلقة الجديدة من السياسة اليوم الخميس سبع كانونتاني 2021 كل التفاصيل والاخبار و خصوصا ما يحصل منذ الامس في الولايات المتحدة الامريكية او ما توجته احداث الامس لكل ما سبق من تغريدات وتصريحات وتهديدات كانت من قبل الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب و غير من الامور بانتظار تسلم جو بايدن الحكم بالولايات المتحدة و انعكاس هذا التسلم او البعض يتوقع تغيير في السياسة الخارجية الامريكية وصولا الى ملفات المنطقة و الى لبنان الى الملف العالق الاهم والابرز تشكيل الحكومي كل هذه الملفات سنناقشوها مع ضيفتي سندريلا مرهج الباحثة القانونية والسياسية صباح الخير و اهلا و سهلا بك صباح الخير استاذ عباس صباح الخير لك المشاهدي الانبيئان نتمنى لكم سنة خير هيدا اول اطلالة يعني على السنة الجديدة و شكرا لك على الدعوة اهلا و سهلا يعني انت كنت بالاعياد مقاطعة للطلعات على وسائل الاعلام اهلا و سهلا فيك مش مقاطعة يعني هيك شوية انتباه من فترة للتانية بموضوع كورونا بتعرف يعني لابد من الحذر من وقت للتاني سندريلا بالسابق كنا نتحدث عن انتظار نتيجة الانتخابات الامريكية النتيجة طلعت و من بعدها صرنا نقول لا يتسلم جوزيف بايدن اكيد بانتظار عشرين الشهر ولكن ما حصل بالامس خلينا نبدأ مباشرة بمحيط الكونغرس يعني خلال العقاد الجلسي السؤال البديهي والكل عم يسأله هل هذه هي امريكا ام الديمقراطيات يعني للامانة امريكا الديمقراطية هيك يصير فيها صراحة انا في عندي كراءة للموضوع اللي حصل البارح يعني اعتبر انه جزء منه كان مفبرك ايضا لضرب ترامب لان ما حدث ايضا في البارحة هو ضربة موجعة لترامب سيكون لها انعكاسات وتدعيات سلبية ان كان على صعيد جمهوريته ان كان على صعيد الانشقاق داخل الحزب الذي ينتمي اليه وخاصة بما يتعلق بجماهيريته ايضا وبواقعه القانوني والسياسي لان لا شك انه سيخضع الى المحاكمة نتيجة ما حصل في البارحة ويعني هلأ بعيدا عن الوشفول سينكينج يعني استاذ عباس خلينا نكون منطقيين يعني هذا النوع من الاحتجاج ومحاولة الانقلاب والضغط بالشارع وشفنا اكتر من موضوع ضغط بالشارع كان في استعمال الاسلحة وربما كان في بعض القنابل من نجهها قد تكون متسوسة او جهها تم تحريضة للقيام بهذا العمل ما انتج يعني الهدف المرجوع منه اللي كان يسعى اليه ترامب بالضغط على بينس انه هو يعلن انه رفضه لنتيجة الانتخابات واعتبار الانتخابات بالمطلق انتخابات مزورة اذا النتيجة المرجوع من هذه التحركات لم تحقق اهدافه لابل بالعكس كان في الا ارتدادات سلبية هون السؤال المركزي المطروح هل اقتحام الكونجرس حصل نتيجة فشل في الامن ام كان هناك نوع من تسييب قصدي ظرفي محدد لحتى النتيجة تكون سلبية اكتر على ترامب انا انا اؤمن انت بتؤمن انه في شي مفبر بما يتعلق بالديموقراطية لا شك انه المشهد مشهد تاريخي مشهد سوريالي وهو يعني فيه ضرب لصورة الديموقراطية اللي نحن معودين عليها انه الدولة ديموقراطية وبيسر فيها انتخابات والشعب يعني يقبل بنتائج الانتخابات ولكن بالمطلب الاخر بدنا ننتبه ايضا انه كمان يعني ما بدنا نروح كتير لبعيد واعتبار انه الديموقراطية بشكل كامل تم ضربة وصار فيه انشقاك وهذا سيؤدي الى انشقاك في الجيش وانشقاك في الشارع وإلى ما هنالك تحرك بحسب تقديري متسوس محاولة ضغط اضافية على الكونغرس مشهد سيكون له انعكاسات سلبية على ترامب وادارته وطبعا اكيد كمان بدنا ننتبه انه هناك فيه قاعدة قاعدة اساسية بالمفهوم الجماعي لدى المجتمع الامريكي هو مجتمع كوزمو بوليتي مجتمع بالاساس فيه يعني فيه انشقاك مما يتعلق بموضوع القانعات السياسية فيه حزبان فيه عدة اراء فيه حرية كتير كبيرة بابداء الرأي بالاعلام وغير الاعلام وإلى ما هنالك ولكن القاعدة الاساسية هي انه القانون هو السائد والسلطة القضائية لديها قوة كتير كبيرة ما بدنا ننسى كمان هيدا بيجاوب على الاسئلة اللي بدنا نحكيها لوين بدنا نروح والقانون السائد سوف يأخذ مجرى ولكن يعني متسوس مين بده يبعث خلينا نقول هيك باللغة العامية من دستين أولا تانيا ما حصل بالأمس يعني مش ممكن يكون نتيجة التصريحات اللي عم بيطلع فيها ترامب من وقت الانتخابات يعني عم بي... لا بده يعترف بنتيجة الانتخابات ولا بده عم بيخون من كل الناس هل يمكن هيدا كان تجييش مثلا لشعبيته كمان ليعملوا اللي عملوهم بارح؟ طبعا أكيد ولكن أيضا يعني من كان موجودا في الشارع بالبارحة وقام بهذه الأعمال إذا بدك يعني بوجهة نظر موضوعية كمان ما بيمثلوا كل يعني كل الجمهور اللي عنده هي ترامب يعني الحالة ترامبية الموجودة بأمريكا إذا صح التعبير يعني فينا نعتبر أنه اليوم الحالي اللي هو أنشاء والتصاريح وجزء كبير من الإهام اللي زرعوا هذه شخصية ترامب عملت هيك ببارح؟ ايه فهيدا الموضوع كمان بتشوف أنه أثر سلبا على جماهيريته لأنه جزء كبير من المناصرين الترامبيين أعطوا تصاريح رافضة لهذا التحرك اللي كان موجود مبارح برجع بقولك لأنه فيه جزء سائد بالمجتمع الأمريكي وهي سيادة القانون وسيادة القضاء ولا أحد يريد التوجه نحو اللاسلمية بموضوع الانتقال عم بحكي على الصعيد الشعبي أما ترامب هو طبعا أكيد كان معروف أنه لن يسلم بسهولة كان معروف أنه هو سيقوم بالعديد من الضغوط هو كان معروف أنه سيضغط على الكونغرس لرفض نتيجة الانتخابات واستعمل ربما كل وسائله ولكن برجع بقولك أعتقد بمكان ما أن البعض استغل هذه التصريحات وعمل على فبركات ولكن قبل أن نروح لهذه النقطة تحديدا بالطبع بالسياسات في استغلال في زكى بالموضوع أنه أنت بتعمل هيك نستغل أي نقطة ضعف لنقله بالطاولة عليك وأنت من هيدا الرأي لا انتبه أنا اللي أحاول أقوله أستاذ عباس أنه اقتحام الكونغرس والدخول إلى الكونغرس وقيام بهذه الأعمال الشغب ووجود بعض الأسلحة والأنابل أنا أعتبر بمكان ما أنه هناك كان تسييب مقصود لأن طبعا تداعيات هذا العمل ستكون سلبي التسييب المقصود ليس من إدارة ترامب ومن جمهوره ولكن من الفريق الآخر الذي أراد تسييب ظرفي لهذه الثغرة لا تكون خلينا نقول أفزع الجريم لا يستفيدوا ويدربوا نهائيا وبالبعض يحاكم كما قلت هذه وجهة مظاربة لأنه الكونغرس تعرف ماذا يمثل الكونغرس بالمجتمع الأمريكي يعني هذه السلطة اللي هي السلطة العليا بما يتعلق بموضوع القوانين وإدارة الدولة وإدارة ميليت الدولة والعلاقات الخارجية وعدة لجهن فيها بدي نقشك بهذه النقطة هناك سؤال بدي أسألك نقشك بهذه النقطة لأنه ما نعطيها وقته ليش هلقض يعني هاي السياسات جورج بوش كان عم بيقول ما حصل هو تمرد يليق بجمهوريات الموز وليس بجمهوريات الديمقراطية قبل ما نروح قديش ما حصل بالأمس مين ما كان مفتعله أو مين ما كان مسبب إليه أضر ترامب داخل الحزب الجمهوري وأضر بصورة ترامب كرئيس للولايات المتحدة تماما هيدا اللي عم أقوله أنه ما حصل يعني كان ربما كان هو كان مقصود هو كان يقصد ممارسة الضغط على الكونجرس وممارسة الضغط بالشارع وتصوير أن الشعب هو رافض لنتيجة الانتخابات ولكن الإساءة اللي حصلت إلى الكونجرس تحديدا وإلى هذا الرمز اللي بمثلو الكونجرس بموضوع الحياة السياسية والمجتمعية الأمريكية أضر بترامب وهيدا موضوع انعكاساته السياسية أيضا بالدل على أنه هذا الرجل بالتصريحات اللي صدرت يعني يعني سواء من نواب تابعين للحزب الجمهوري أو حتى من ديمقراطيين أو من رؤساء السابقين هني هم يصوروا أنه هذه الإدارة اللي هو بيقوم فيها أو هذه السياسة هي من السياسة تليق بالجمهورية وبالديمقراطية هي تليق بجمهوريات الموز وهيدا انعكاس العديد من التصريح اللي كانت رافضة سياساته للسيامة الخارجية والداخلية وخاصة هلأ شفنا يعني كمان هذه التصريح صدرت قبل يعني بموضوع الانتخابات لما كانوا عم بحاولوا أنه يجيشوا الشارع ضده لحتى ما يحصد العديد من الأصوات الانتخابية وهذا استمرار برجع بقول لك سيحاكم نتيجة ما حصل قبل ما نوصل للحكم أنت تقولين أنه كان ترامب خلينا نسميه مندفع والبعض استغل هذا الأمر لتعميق يعني بعدين وقت البدير يحاكم أو ليكتب التاريخ أنه بعهد ترامب أو ترامب عمل هيك سقط بالفخ هل هناك نوع من الخديعة أو الفخ لنصب لترامب اليوم فيه مطالبة بأن يصدر قرار بتقصير يعني وليته وعزله موضوع العزل هذه كمان مسألة كتير مهمة أنه عزله قبل عشرين الشهر تاريخ استلام بايدن هذه أول نقطة كمان تبحث اليوم موضوع تقديم دعاوة لجهة محاكمته أيضا هذه تخذ قرار فيها من العديد من السيناتورز ومن العديد من الجهات الموجودة خسارة العديد من شعبيته بالشارع كمان هذه مسألة حصلت الرفض الكل من الجهة الأخرى سواء من الحزب الديمقراطي أيضا كان رافض من يؤمنون بالمؤسسات وضرورة وجود السلام داخل المجتمع الأمريكي أيضا يعارضونه وأعتبر أيضا ليس وقع في الفخ هو أراد الضغط وهو أراد الضغط وتصوير وتصوير أن سياسة ترامب هي السياسة التي يريدها الشعب وبالتالي التزوير هو تزوير مادي وتزوير معنوي لذا رفض نتيجة الانتخابات هي أمر طبيعي من قبل الكونغرس حسب ما حاول ولكن أيضا طبعا أكيد يمكن هو حاول أيضا أنه يستعمل نوع من شبه انقلاب أو يكون فيه حدية بالمواقف اللي كانت موجودة بالشارع بس برجع بقالك ما زلت مؤمنة على أنه كان هناك من سيب الموضوع ظرفيا الكونغرس صادق على فوز جوزيفا لكن فيه جلسة مشتركة للمصادقة وتمت هذا الأمر العواقب كيف ستكون وخيمة؟ العواقب ستكون باتجاهين أولا هذه الحالة لن تنتهي بحسب تقديري أنا هذه الحالة الترامبية اللي حصلت في البارحة وما قبل البارحة أثناء الانتخابات وما بعد الانتخابات هذه الحالة لن تنتهي ولكن أعتقد أن الضغوط أيضا ستكون متزايدة باتجاه ترامب إن كان ضغوط من الناحية القانونية إن كان ضغوط بما يتعلق بموضوع الضرائب إن كان ضغوط تتعلق بالسياسة الخارجية إن كان بتصويت الكونغرس على إلغاء العديد من القرارات والقوانين دي كان سابقا هو عم يسعى إلى تقديم تحول ببعض السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية أنا أجد أن هذا التعارض والتناقض بالسياسة الأمريكية سيستمر إلى ما بعد استلام بايدن الحكم وأعتقد أنه سيستلم بعشرين ذكرت نقطة كثيرة مهمة الحالة الترامبية مستمرة قبل أن نذهب نفصل العواقب والقوانين وسياسة ترامب وكيف ستختلف إن كانت ستختلف مع جو بايدن الحالة الترامبية هذا شيء جديد باللات المتحدة الأمريكية هل ستستمر بقوة لأنه في البعض بالفعل مؤيد لدونالد ترامب ولسياساته كلها لا أعتقد أنه الموضوع سيتجه نحو انقصامات حدي داخل الجيش وداخل القوة الأمنية سياسيا وبعض يعني خلينا نقول مثل ما البعض عم بيصور أنه سيصير في حرب أهلية لأنه بظن أنه البعض يعني ممن يحللون بهذا المنحة عندهم الوشفل تنكينج ربما أو عاطفيين أو عاطفيين ولكن المجتمع الأمريكي يعني تعدد الولايات يعني جغرافية الولايات المتحدة الأمريكية والحالة المجتمعية السائدة المبنية على الاستقرار القانوني يعني عندك كمان ما بنا ننسى أنه في نوع من سيادة أمنية داخل الولايات المتحدة الأمريكية تتعلق بكوة البوليس وقوة الأمن على ضبط على ضبط الشارع واحترام هالة الجيش وعدم إقحام وإدخال الجيش بالقضايا الداخلية أعتقد أنه هذه الحالة ستستمر ولكن ليس بالزخم وبالقوة اللي هو متصورة ترامب لأنه كمان هو يضع هالة لحالته أكثر مما هي موجودة رح يستغل بعض وسائل الأعلامية وأعتقد أنه سيستثمر بالوسائل الأعلامية لحتى يكون في ضخ أكثر بالفكر الجماهيري لأفكار ترامب ولكن سيبقى الموضوع بالتناحر السياسي مع بعض المناوشات بالشارع ولكن لن يذهب الموضوع أكثر من ذلك أنا بتتفق معك بكل ذكرتي أنه نحن ما فينا نحل الوفق تمنيات أنه انقسام وما بعرف شو البعض يتمنى بهذا المنحة ولكن برجع بقلك أنه الجزء الأكبر من الشعب هو أيضا اعتاد على دولة القانون على دولة المؤسسات على الاحتكام إلى القضاء والقانون والبوليس تماما وبالتالي المجتمع منه شبيب المجتمع العربي لحتى نقول أنه اليوم بده يصير فيه انشقاكات وانقسامات وتمدد هذه الأعمال إلى ولايات أخرى ولكن بما لا يقبل الشك أنه سيصير فيه هناك على الأقل انقسام بالحزب الجمهوري وليس انقسام تباين خلينا نقول الجمهوريين والمثلا الراديكاليين أو الترمبيين النقطة الأساسية داخل الحزب الجمهوري النقطة الأساسية اللي نحن يعني مهم أنه نركز عليها بالمرحلة المقبلة هي كيفية تعاطي الكونغرس مع كل ما كان يتمنىه أو يسعى إليه من قوانين وقرارات ترمب كيف سيتعاطى الكونغرس بالمرحلة المقبلة بما يتعلق بالسياسة الداخلية هلأ صار واضح مثلا موضوع موضوع كيفية الاستراتيجية الصحية والضرائبية والأمنية أما بالسياسة الخارجية كيف سيتعامل الكونغرس مع هذه الحالة وكيف ستكون إدارة بايدن بالمرحلة المقبلة بحسب تقديري سيكون هناك نوع من يعني انقصام يتعلق بمدى قابلية استمرار السياسة الخارجية لوضاع ترمب للحياة أو لا وجوب تغييرها واضح أنه سيكون هناك تغيير بإدارة بايدن تجاه بعض الملفات الخارجية لسيما المتعلقة بالشرق الأوسط مننا يتعلق بالجمهورية الإسلامية في إيران بأمريكا الجنوبية كيفية تعاطيه مع الصين مع اليابان مع كوريا هناك يعني رح يصير في خلط أوراق هذا الخلط العميق بأوراق السياسة الخارجية سيرفضه ترمب وهون ستدخل الوسائل الأعلمية بموضوع يعني خليني أقول الحرب الأعلمية الأمريكية مواجهات تماماً لا بل بالعكس اللي حصل اليوم أعتقد أنه سيرسخ أكتر موضوع الديمقراطية القائمة أساساً على فكرة ومبدأ الحرية سنجد أن حرية الرأي سيكون لها آفاق واسعة في المجتمع الأمريكي هذا بالطبع سنحكي عنه وكلنا ناطرينه بتتخيلي قديش حكينا عن الموضوع أنه ناطرين الانتخابات ناطرين سياسة بايدن ناطرين عودة الديمقراطيين شو رح يتغير تجاه المنطقة كيف كان أوباما البعض في لبنان كنا عم نقول أنه نحن البعض رابطين الحكومي بهيدا الموضوع ولكن قبل ما نوصل كمان ذكرتي نقاط كتير مهمة سندرالا هو سيادة القانون والعدل قديش صار عنده مشاكل قانونية دونالد ترامب حالياً هلا طبعاً هو عنده مشاكل قانونية سابقة البعض مننا يمكن مازال قائم بس الأعلام ما كتير بيضوي عليها تتعلق بموضوع شركات وإلى ما هنالك وأمور مالية وضرائبية ولكن ما حصل في البارحة لا شك أنه سيكون موضع ملاحقة قانونية قضائية يعني أعتبر لمن يتابع يعني على أدمى من تابع جزئياً كيفية سير الأمور القانونية والقضائية بالمجتمع الأمريكي أجد أن ما حصل تجاه الكونجرس لن يمر مرور الكرام بالولايات المتحدة الأمريكية وطبعاً أكيد سيعتبر بمكان ما محرد سيعتبر هو ما تنسى صار فيه قتله يعني فيه أربعة قتله يعني بارحة توفو أمام الكونجرس إذن اليوم هذا الموضوع لا شك أنه سيكون فيه تداعيات قضائية وقانونية برجع بقولك كمان ربما قد تتم ملاحقته بموضوع يعني بعض الأعمال التي قام بها خارجياً سواء شن بعض الحروب سواء شن بعض الغرات سواء بعض الاختيالات ستتم ملاحقته بهذه المساعدة بعض الاختيالات اغتيال بالطبع العديد من الخطوات التي قام بها يلي كبدت الإدارة الأمريكية العديد من الخسائر المادية وربما أضرت بالمصالح الأمريكية سواء بالعراق أو بغير العراق أو بما تجاه إيران ربما ستفتح ملفات لمحكمته فيها قبل أن نكمل بدي أسألك سؤال عن رؤيتك للنظام والقانون والعدل والديمقراطية الأمريكية علما أنه أنا والمشاهدين منعرف أنت موقفك السياسي كيف يهم أنه نحكي بهالموضوع بهالأسلوب وبهذه الطريقة أنه مبارح شفنا ناس أنه ستتمدد هذه الاحتجاجات سوف أنا صراحة يمكن الجمهور أو الناس اللي بتتبعني سواء بلقاءاتي أو بتحليلاتي أو بالكتابات بالمقالات اللي هي موثقة وموجودة بيعرفوا كتير منيح أن القناعة السياسية والعقيدة السياسية راسخة وهي ثابتة ولا تتزعزع لا أمام أحداث ولا أمام أشخاص ولا أمام أي حالة هذه الأمور تبقى ثابتة ولكن الحقيقة الموضوعية هي أيضا وقول الحقيقة الموضوعية والاعتراف بها والتحليل والتفكير بها وكيفية معالجتها بشكل موضوعي بعيدا عن الإديولوجية اللي بتبقى أحيانا مثل ما أقولك فيها جزء كبير من التمني أو فيها جزء كبير من الذاتية وبالتالي هيدا ليش ما تمنيتي يصير فيه مثلا أو كنت عم تبني تحليلك أنه يصير فيه مثلا تمتد هيدا المناوشات وما بعرف شو يصير وتتأجل الأمور وخلاص صدق الكونغرس اليوم ليش ما كان عندك تمني بها الموضوع ما مش موضوع تمني يعني أنا لا تحليل وفق التمني لا ما فيه تحليل وفق التمني لأنه أنت اليوم بتشوف البعطيات متل ما هي وعلى أساسها بتحللها وبتحكي فيها حتى تقدر تبحثها وتستخلص نتائج لما تستخلص نتائج قائمة على الحقيقة وقائمة على موضوعية أنت ساعتها بتقدر أنك تعرف كيف تقارب السياسة أو كيف تقارب السياسة الخارجية بموضوعية أنا اللي بدي أقول لك يا أستاذ عباس أنه نحن صحيح أنه نحن بالمحور المقاوم بهذه القناعة ولكن نحن لا نتمنى إلى الشعوب لا نتمنى للشعوب إلا السلام والاستقرار ونحن لسنا بحالة عداء أو بحالة خصومة مع الشعب الأمريكي والشعب الأمريكي هو شعب كوزموبوليتي وانت بتعرف أنه كمان جزء كبير منه من العرب وفي كثير لبنانية وغير لبنانية ونحن بالعكس على صداقة مع هذا الشعب ونحن نعتبر حالنا أنه في انصهار بما أنه في العديد من العرب واللبنانيين وغير العرب أيضا موجودين باللايات المتحدة الأمريكية نتمنى لهذه الدولة الاستقرار وأن تبقى نموذجا بما يتعلق بحالتها الداخلية ولكن نحن تحفظاتنا على الإدارات وعلى السياستها وعلى كيفية خاصة على السياسات والاستراتيجيات التي وضعت للشارك الأوسط لسيما لدولنا وعلى تحالفها الأعمى المطلق مع عدونا اللي هو العدو الإسرائيلي وبالتالي وقتل نكون عم نقارب الداخل الأمريكي بموضوعية هذا بالعكس هذا جزء من الحقيقة وفي صلب العمل السياسة والفكر السياسي ديمتراتي هذا سؤال أنا تقصدت من خارج السياقة تقصدت أسألك شوية المشاهدين هيك نكسر الحدة والسياسة البعض أن يحلل بغير طريقة يعني شفتنا مبارح أنا صراحة استغربت مبارح شفت البعض هلأ طبعا أكيد السوشيل ميديا وبعض التعليقات اللي حكيت بالسوشيل ميديا كانت البعض منا ملفت ومضحك مهدومة أنه في تعليقات محطت من اللبنانيين على هذه المسائل ولكن أنا استغربت بعض المحللين يعني اللي نحن بنعتبرون أنه أساد بموضوع السياسات الخارجية بموضوع العلاقات الدولية ذهبوا بعيدا كتير باتجاه تصوير الأمر وكأنه سقطت الديمقراطية يعني بارح وليد جنبلات كتب بهاية الديمقراطية منه مشهد أولا أنا بدأت أتوقف عن نقطة أساسية اليوم بعلب السياسة مفهوم الديمقراطية أساسا هذا عم نحكي أكاديميا موضوع الديمقراطية يعني إذا بدأت تحكي من عشر سنين لليوم ما في بلد يطبق الديمقراطية بمفهومة الحقيقة ومفهومة الواسعة الديمقراطية أنحدرت نتيجة المصلحة العامة نتيجة المخاطر لنشأت من الإرهاب نتيجة الحرب الاقتصادية والنزام أصلا الديمقراطي تعرض لهالذات كثير مشان هكا تحولت الديمقراطية إلى نوع من السلطوية وهذا موضوع كمان بحث كتير كبير وفي كتير أبحاث بهذا الموضوع أنه هل الديمقراطية مزالت قائمة أم بالعكس تحولت هذه الأنظمة إلى نوع من السلطوية وأنا أعتبر أنه الديمقراطية بالمفهوم بالمفهوم السياسي العميق الفلسفي اللي نحن منعرفه هي غير مطبقة بأي دولة بالعالم سؤالي الأخير بهذا الملف قبل ما نروح انعكاس السياسات ونحكي عن فترة بايدن بالطبع وانعكاسها على دولنا وعلى ملفات دول الشرق الأوسط ومنا لبنان ماتر قديش ما حصل بالأمس هو رح يساعد أو مثلا هيك يسهل أمور الإطاحة مثلا أو تغيير كل مكان متخدوا من قرارات ترامب قديش هيساعد جو بايدن والديمقراطيين هو بالأسس تماما رئيس أمريكا اللي كان ماخذ هذه القرارات والبعض يعتبر اعتباطي شو عمل مبارح وما سلم وما قبل بالديمقراطية تماما هو بالأساس يعني بغض النظر عما حصل في البارحة هو بالأساس بايدن في عنده سياسة واستراتيجية مختلفة ببعض الملفات صح خاصة بالملفات اللي العلاقة بالموضوع بالموضوع الضرائب وموضوع الصحي داخل الولايات المتحدة الأمريكية هو أيضا يعني يعتبر ترامب حتى مش بس مش بس هنصور وكأنه هو فقط يضرب الديمقراطية ما بدنا ننسى كمان أنه الحالة العنصرية يلي أي يعتبر عنصري كمان تماما وصار شفنا أنه بعض الحالات اللي حصلت اللي كانت العنصرية فيها كادت أن تطيح بجزء من السلم الأهلي داخل بعض الولايات صح صار في تمر داخل بعض الأماكن ببعض الوجهات إذن يوم موضوع موضوع الانفتاح الأكثر وإعادة إعادة هيكلة الداخل الأمريكي إعادة ترتيب البيت الداخل لجهة يعني القضاء على الفكرة الفكرة العنصرية اللي رجعت نمت بالشارع هذه كمان مسألة اللي رح يشتغل عليها كتير من يحا أعتقد أنه جو بايدن موضوع الترسيخ الديمقراطية حرية إبداء الرأي حرية التظاهر ولكن بشكل سلمي لأن أعتقد أن سيكون هناك العديد من الاحتجاجات ولكن سيتم التركيز على أن تبقى في الإطار في الإطار السلمي التعامل مع الخارج مثل ما قلت لك فيه عندنا ثلاث ملفات كتير أساسية أعتقد أنه بايدن صرح بشكل واضح أنه سيقارب بشكل مختلف عن مقارب ترامب موضوع علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتفاق النووي خاصة بموضوع الاتفاق النووي واتفاق المناخ موضوع اتفاق المناخ كمان هذا سيعيد ترتيب العلاقة مع الدول الأوروبية وفيه موضوع العلاقة مع الصين ومع كوريا هذا واضح جدا بالطبع وكان واضح بكل هدوء جو بايدن بالأمس قال بكلمته للفتني أنا ماتر أنه كل دول عالم عم تطلع علينا على أمريكا وشوفوا هذه المناظر السياسي كيف بيشتغلوا سياسي في تلك الدول بهدوء طلع رد وكان واضح جدا خلينا ناخد فاصل بعد الفاصل نبدأ بالحديث عن ما هو متوقع من تغييرات بالسياسات الأمريكية الخارجية وخصوصا تجاه دولنا ما حنحكي كثير عن الصين وعن العلاقة مع الأوروبيين حنحكي عن الاتفاق النووي على وجه الخصوص أو خصوصا وانعكاسه على أكتر من ملف عيرة يمن سوريا وصولا إلى لبنان إذا فاصل ونعود لمتابعة السياسة اليوم أعودي مجددا لمتابعة السياسة اليوم ومره جديدي بدي رحب بالباحثة القانونية والسياسية أستاذة سندريلا مرهج أهلا وسهلا فيك مره جديدي دعونا ندخل مباشرة إلى ما هو متوقع من تغيير بسياسات الولايات المتحدة الأمريكية بعهد جوزيف بايدن يعني هذه تغيير كثير على عدة جوانب متوقع تغيير كثير يكون كبير أو بعض التكتيك وبأي ملفات شوف هلأ نحن عادة لما منقرأ ومنحاول نحلل يعني السياسة الأمريكية خاصة تجاه دولنا تحديدا يعني عم بحكي خاصة تجاه لبنان أو مؤخرا يعني هذا الضغط اللي مارسه ترامب على محور المقاومة بدءا من إيران إلى سوريا وغيرها منجرب نشوف أنه الأمور لا تتعلق فقط بالشخص يعني الموضوع مش متعلق فقط بالرئيس الحالي الموجود ولكن هي سياسة تراكمية تنتهجى الإدارات التي تتعاقب على الحكم ولأن كان بيكون في بعض التغيير بالتكتيك وببعض العناوين العريضة نتيجة متغيرات يمكن إقليمية ودولية نحن هلأ عم نشوف أنه طيب مارس العديد من الضغط ترامب تجاه سوريا تجاه العراق تجاه لبنان كان في عنا قانون قيسر كان في عنا إقرار بعض القوانين اللي كانت قبل موجودة ولكن ما كانت بالأدراج بالكونغرس قوانين عدة كان في شن شن غارات كان في عقوبات كان في ضغط باتجاه ضرب الاقتصادات وإلى ما هناك هل سيستمر هذا الموضوع مع إدارة بايدن أعتقد أنه لا لأنه بايدن سيذهب أكثر نحو إعادة إحياء جزء من السياسة اللي كان عم بيعتمدها يعني اللي كان جزء من السياسة اللي كان عم بيعتمدها ترامب لا مش ترامب اللي كان عم بيعتمدها الرئيس السابق عرفت؟ أوباما وبالتالي خاصة يعني هذه ولكن حتى رح يكون هناك اختلاف ما بين بايدن وأوباما على بعض المسائل على بعض المسائل التي تتعلق بالعلاقة الأمريكية الصينية أما بما يتعلق بالعلاقة الأمريكية الإيرانية أعتقد أنه بايدن سيذهب أكثر باتجاه إعادة أحياء السياسة والستراتيجية الذي كان قد طبقها أوباما ويريد أحياءها اليوم بعدما تبين أنه الضغط الكبير وممارسة الضغط بالاقتصاد وهذا يعني يعني الخطوة محاولة خنق الخطوة اللي قام فيها ترامب لمحاولة خنق وحصار يعني الحصار الاقتصادي وتجيش الدول الأوروبية خاصة والعربية بهذا الحجم تجاه إيران لم تأتي ولم تأتي بالفائدة للإدارة الأمريكية نعم تتوقع أنه نفس الاتفاق النووي الاتفاق مع إيران اللي كان موقعه أكيد باراك أوباما يرجع نفسه مثل المكان مع جوزيف بايدن أو فيه تعديلات ممكن تكون أعتقد إذا رجع للاتفاق النووي تماما أعتقد أنه المرحلة المقبلة قبل موضوع اتفاق النووي سيكون متعلق بالاتفاق بموضوع الصواريخ الباليستي موضوع الصواريخ يعني الإيرانية سيكون مدار البحث أو خليني أقول سيكون مدار المفتاح اللي سيدخل منه بايدن إلى جزء من المفاوضات مباشرة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية نعم المفاوضات المباشرة بحال عاد وهذا متوقع جوزيف بايدن الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية في إيران نحن كيف سينعكس هذا العودة أو كيف ستنعكس هذه العودة على دول المنطقة الموضوع يتعلق بكيفية تعامل إدارة بايدن مع صفقة القرن هل ستستمر صفقة القرن بكل يعني بكل معطيات وبكل خطوط العريضة وبكل يعني بنودة بالمرحلة المقبلة هنا مسألة كثير مهمة لأن أعتقد كمان أنه بايدن سيتابع موضوع صفقة القرن وهذا لن يكون إنعكاس وإجابة على الوقت ويمكن يرجع لحل الدولتين تماما وبعض يتوقع هذا يعني ما بعتقد أبدا أنه صفقة القرن خاصة نتيجة التطبيع الذي حصل من بعض الدول العربية من بعض الدول الخليجية وهذا الالتفاف الخليجي اللي حصل مؤخرا بقمة الملة أعتقد أنه بايدن سيستمر بكل تفاصيل صفقة القرن ولا إن كان ببعض يعني تكتيك مختلف خاصة بما يتعلق بمثل ما قلت لك الضغوط الاقتصادية على إيران ولكن لن يلغي صفقة القرن سيستمر بها سيستفيد من ما يعتبر إنجاز لإدارة ترامب تعلق بالتطبيع الذي قامت به بعض الدول العربية لأن بيعتبر أنه إنجاز وبالتالي هذا إنجاز هو متوارس اليوم للإدارة الجديدة هذا أنعكاسه لن يكون إيجابي على لبنان لذا أعتقد أن الأمور ستكون محتدمة أكثر على الساحة اللبنانية بالمرحلة المقبلة قبل أن نكمل الحديث تكوية صغيرة طالما تحدثنا عن قدمة العلا الخليجية أولا كيف رح أليست هي مثلا كيف رح تأثر خصوصا على عودة الدول العربية إلى بلفات المنطقة لبنان سنأجله شوي على العراق لأنه دائما كان هناك النصح والنصائح الأمريكية تأتي إلى الإخوة العرب أنه تقربوا من العراق لا تتركوا له الباب الوحيد هو الجمهورية الإسلامية الإيرانية برأيك سيكون في متغير لأنه رأينا نصائح إلى هذه الدول أنه ارجعوا للعراق لا تتركوه لإيران هكذا بكل وضوح كيف شفت هذه القمة بتوقيتها نعم توقيت القمة طبعا أكيد له عدة قراءات جزء منها يتعلق بصفقة القرن أكيد جزء منها يتعلق بالمصالحة هي عدة جوانب ولكن من الجانب الخليجي هي تعود بالفادي إلى دول الخليج صح هي تعود بالفادي إلى دول الخليج من ناحية القوة المتماسكة سواء الاقتصادية أو العسكرية نعم بدنا ننتبه كمان هل فعلا ستستمر خطة إنشاء ناتو العربي الإسرائيلي خاصة مما يتعلق بالتحالف الخليجي تحديدا مع إسرائيل بوجه إيران بوجه إيران بتحالف العسكري أعتقد أن اليوم هذه القمة اللي نشأت يعني أنشأت هذه الحالة التقارب الجديدة الخليجية وعادة أحياء العلاقات هي للضغط من جهة على إيران ومسألة كتير مهمة كمان لصد الطريق على التمدد التركي لأن المخاطر التركية اللي حاصلة اليوم بالخليج أو ممكن على التمدد اللي حاصل بشرق البحر الأبيض المتوسط وإلى ما هناك هذا التمدد العسكري التركي كان مسيب أيضا يعني بتشي بتشوف أنه اليوم كان هذه الخطة اللي كان عم بيقوم فيها أردوغان للتمدد العسكري والإعادة أحياء الأمبراطورية العسكرية كما نقول العثمانية البعض يعني بيقول أنه عم نروح كتير بعيدا عن ما نقول أنه أردوغان يحلم بإعادة أحياء الأمبراطورية السلطنة العثمانية ولكن خلينا نقول هذه الأمبراطورية العسكرية بالتمدد المباشر نحو عدة دول عربية اليوم ولا إن كانت متأخرة ولكن أعتقد أنه هذا الحلف الجديد هو بجزء منه للضغط على إيران وبالجزء الآخر لتوطيد أكتر العلاقات العربية الأمريكية الخليجية تحديدا لأنه مثل ما قلت لك سيستمر هذا الموضوع مع إدارة البايدن ولسد الطرق أمام التمدد وأعتقد أنه بالمرحلة المقبلة الخلافات التركية الخليجية ستكون موضع بالطبع واضح جدا لأنه رأينا ما يفعل أردوغان مؤخرا وإعاد وصل حتى جغرافيا يعني كما يقال فتح الكوريدور ما بين أتراك الأناضول وأتراك الكوكاز وأيضا عم يسعى بالاتصالات مع أتراك البلقان يعني هذا توسع توسع مخيف جدا يخلط بعض الأوراق سندريلا كمان في شيء كتير مهم خاصة بموضوع الغاز وخطوط الغاز الجديد باتجاه أوروبا موضوع متشاعب كتير كبير ولكن نحكي بالخطوط العريضة لدي كل وقت أنه يعني هذه اللحمة الخليجية التي حصلت مؤخرا هي بهدفين مثل أهداف إعادة التموضع المباشر بداخل الحلف الأمريكي مواجهة إيران عسكريا بقوة عسكرية لا تكون قطر خارجة بما يتعلق بأي حلف عربي إسرائيلي ربما ولسند الطريق على تركيا أو تقوية العلاقات العربية بواجه أي تحديات علاقات القطرية التركية هي علاقات قائمة موجودة هنا نشأ أنه في قاعدة كمان تركية بقطر ولكن بالمفهوم السياسي اليوم عادت قطر تموضعها داخل العمق الخليجي العربي لوقف جزء من التمدد نعم لمواجهة أي تحديات هناك خصوصية مع الأتراك معروفة هذه الخصوصية القطرية التركية ولكن قبل أيضا بملافات المنطقة القادمة كان يقول بالعيد المية أعتقد لتأسيس الجيش العراقي نصف عديد القوات الأمريكية سيغادرون العراق قريبا هل ستتخلى عن مكاسب الولايات المتحدة بالعراق برأيك وخصوصا مع مجيء جوزيف بايدن لا أعتقد ذلك ولا أعتقد أنه سيكون هناك انسحاب بحسب يعني بحسب بحسب تصريح حماسي بعيد الجيش لا أعتقد ما قلت لك بايدن اليوم في بعض المكتسبات يمكن يعتبر أنه إدارة ترامب كثبتها بالمنطقة مستحيل أن يتخلى الأمريكي عنها لبل بالعكس سيتم تمسك بها أكتر ولكن لن يذهب بايدن باتجاه استعمال القوة العسكرية للجيش الأمريكي لأسباب مالية تتعلق بالداخل الأمريكي سيذهب أكتر باتجاه سبكة علاقات من نوع آخر ديبلوماسية سواء داخل العراق أو بالمنطقة ككل قبل أن نوصل للبنان بالطبع نترك لبنان للآخر على غير عادي الساحة العراقية كيف ستكون وفق هذه الحركات والمتغيرات في المنطقة العراقي من جهة الأمريكي وأيضا الدول العربية الدول الخليجية بعدما كانت العلاقة سيئة في السابق بالطبع بالسنوات الأخيرة ما بدنا ننسى كمان أنه اليوم بهذه المرحلة الانتقالية اللي عم بتم فيها التحول الأمريكي وغير الأمريكي سيحتضم الصراع أكثر في الدول التي يعتبر أن فيها خليني نقول خيوط أو أياد يعني هنا بيعتبروها أنه هي أياد إيرانية اللي هي فيها حركات مطاومة هيدا ما قصدته بالزبط كيف ستكون هذه الصحات محتدمة الموجهات فيها ستحتدم أكثر يعني سواء كان بمواجهات للأسف يعني مثل ما شهدنا بالعراق أنا أعتقد أنه سيكون هناك من مواجهات يعني إن شاء الله ما تكون دموية بالعراق ويكون في إيجاد لحلول سياسية بهذا الموضوع ولكن في ظل الانكسام الداخلي الحاصل بالعراق أيضا وتعويل البعض على يعني كثيرا على يعني خليني أقول أنه بعض يعتبر أنه لا فعلا سيصير في انسحاب أمريكي ويعملون على هذا الأساس والبعض الآخر بيعتبر أنه لا رح يكون فيه بالعكس تموضع أكثر مع الخليج مع الخليج يعني كحلف كحلف مع أمريكا هذا الموضوع سينعكس بالداخل أكثر وأيضا سينعكس بالعديد من الدول من لبنان يعني لحنا لبنان وسوريا والعراق واليمن هذه المناطق ستشهد العديد من الاحتدامات البعض مننا في بعض هذه الدول ستكون الاحتدامات دموية بالبعض الآخر بطلقوا عم نشوف في لبنان ربما سيكون الموضوع أكثر باتجاه التعطيل والفراغ والعكوبات اللي كنا عم نتابعة وأيضا في مسألة الجزء التاني كان من تصريحه أنه لن نسمح للعراق أن يكون ساحة المواجهات بهذا المعنى واضح جدا كان هذا التصريح هل بإمكان يعني ليس تقليلا بالطبع نحن نعرف قوة وأهمية العراق عربيا ولكن هل بالإمكان بهذه السهولة أن يتخلص العراق من أن يكون ساحة لهذه المواجهات لمواجهة خلينا نقول كما كنت عم تحكي عنه نشوي مثلا النفوذ الإيراني والنفوذ الأمريكي في العراق تماما استاذ عباس في نقطة مركزية هون كما بدنا نشوف أنه بهذا التحول اللي عم يحصل ماذا سيكون دور الحركات والتنظيمات الإرهابية كيف سيتم التعامل مع التنظيمات الإرهابية هل سيعود إحياء ببعض الدول التي فيها حركات مقاومة لا أتحدث عنه نعم لذا هناك خطورة من هذا الموضوع طبعا أكيد أنا أعتقد أنه هناك خطورة بمصالح ربما مصالح بعض مصالح العربية ومصالح العدو الإسرائيلي والعديد بين المصالح ستقوم بتأجيج وتحريك بعض هذه التنظيمات للأسف داخل بعض الدول ومنها العراق ترامب عم بيتعهد بانتقال منظم السلطة بعشرين الشهر كنا حكي نحن أشبعنا للملف حكي بالجزء الأول من حلقتنا ننتقل إلى اليمن ما لا يعمل لك أنه اليوم هذا التصريح هلأ اللي بدت تصدر كتير رح يصور أنه يعني يعتمد الأسلوب الملائكي لماذا؟ لأنه ما حصل في البارحة هو له تداعيات وأنعكاساته السلبية أكثر بده يهدد شوية له مسئوليات قانونية وقضائية بهذا الموضوع وربما وجد نفسه أنه غير قادر على مواجهة قرارات كبرى أرادت في البارحة أن تضعوا في هذا المقصد نعم إلى اليمن البعض يقول كل المتغيرات أو أولى المتغيرات في المنطقة أو التأثيرات ستكون في اليمن وأنهاء الحرب في اليمن أنت شو بتعتقده أنا أعتقد أنه اليمن ملف الحل السياسي فيه هو أصبح قريب نعم أثبت اليمنيون أنه هن فعلا يعني شعب يعني شعب مقاوم شعب لا يمكن أن يتم دحروا أو أن يتم السيطرة عليهم هيك السيطرة عليهم بسهولة الموضوع لا يتعلق فقط بحبا باليمن يعني ورقة اليمن أصبحت مرتبطة ارتباط والسيق بالأمن النفطي العالمي وبالتالي الاقتصاد يعني هذه الحالة الركود في الاقتصاد العالمي ليسببته الأزمات اللي حصلة بالدول العربية وغيرها كورونا وغيرها يعني عدة أسباب وصلت اليوم أنه في حالة لازم يكون في حال سياسي باليمن اقتصاد عالمي حالته بالوال في دول تتجه نحو الإفلاس بشكل بشكل مباشر ودول كبيرة اليوم بحالة عجز الأمن النفطي مسألة كتير كبيرة موضوع النفط كمان يعني مشكلة بما يتعلق بمردود المال وإلى ما هنالك أزمة اليمن لها انعكاس على الأمن النفطي سيكونوا مجبرين على حل الخلاف مع اليمن باتفاق سياسي لإعادة نوع من الاستقرار إلى الأمن النفطي العالم نعم هذا بالطبع وفق كل التحليلات أنه خلص في حل لازم يصير باليمن ولكن كل هذه السنوات وكل مليارات الدولارات اللي صرفت هيك بدأت انتهي حكينا بحيدا الموضوع هيك بدأت انتهي سندريلا ويعني التحالف العربي حيقبل أنه ما يحقق من وجهة نظركم بالطبع أنه ما يحقق هدافهم للحرب على اليمن والبعض يذهب إلى أنه أنه فشل بهذه الحرب يعني هلأ تعم تقول له من وجهة رح يكون في رد بملف تاني هون الخطورة ملف هو بدأ بالضغط بالبنان مش بس بلبنان لا يعني اليوم مش بلبنان مش أنه بيسكروا ورقة اليمن وبيفش خلقهم بلبنان اليوم بدأ يصير في اتفاقيات جديدة تتعلق بالنفط والغاز وبكيفية الامداد وبالخطوط وبالسعر وبأسعار النفط والغاز كيفية إعادة يعني التقارب فيما بين روسيا وأمريكا خاصة بهذا الملف وإلى ما هونالك ولكن أنا بدي أسألك سؤال أنه نحنا يقال أنه نحنا شفنا أنه محققت مكاسب يعني هي يعطيني بس المكاسب اللي حققت الحارب على اليوم أنا من وجهة نظرك دايما بلونا من وجهة نظرك أنا سؤال عم بسألك سؤال مشروع كان عندي كان عندي موقف واضح بهذا الموضوع أنه ربما السعودية أخطأت في الوهم التي اعتبرت ولم تحقق أهدافها في حالة وهم بالحالة العسكرية اللي عندها أنه هي قادرة على سيطرة على اليمن تبين أنه هذا الموضوع في غير مكاني يعني هذا موضوع واقع مش نحن عم نحلله نتيجة ما شو منحب أو شو منتمنى واضح هذا الموضوع أنه شو حققت شو شو عقل هذا واضح يعني غير الدمار وغير الأسى وغير المأساة للشعب اللي جعل منها شو تحقق غير الجوع والمجاعة والمرض والخسارة بالأرواح والخسارة بالأرواح وانهيارات بموضوعها بأسعار بأسعار النفط وتعريض تعريض منشآتها للخطر وانهيك شو تم تحقق هيك بموضوع الأهداف اللي رسمتها وما تنسى أنه هذا الموضوع كان موضوع انقصام أيضا كمان بالمرحلة السابقة وكان فيه أهداف بكل بساطة أنت تقولين فيه أهداف وضع هذا التحالف لم تتحقق انقصام حصل داخل التحالف والآن كان غير معلن ولكن بعض الإشارات اللي قامت فيها بعض الدول مثل الإمارات وغيرها يتبين أنه كان فيه انقصام على هذا الملف بالمرحلة بالمرحلة الأخيرة وبالتالي ما تفكر أنه هذه الكمة اللي حصلت تبارحية مش لإعادة لم سياسة لما سقط بموضوع التحالف العسكر شفت كيف طلع منك الأجوبة الدبلوماسية عندما تستفز شوي بالسؤال كمان ذكرت خلقنا ملف تاني للأسف ممكن يصير هذا الموضوع وممكن ينعكاس لبنان سوريا العراق أنا أعتقد على عكس هذه القناعة أنه هؤلاء ثلاث ملفات مرتبطين مرتبطين ارتباط والسيق وبالتالي لا يمكن أن يقفل ملف منهم إلا وأن يوجد حل للملفات الثلاثة الموضوع يتعلق بالتقارب هل سيتم فعلا تقارب مباشر مباشر هلا أكيد غير مباشر موجود يعني إلى حد ما موجود ولكن سيتم تقارب مباشر إيراني خليجي على المستوى يعني يعني بحكي خليجي لنوصل بعد إلى تقارب تقارب أمريكي إيراني كيف سيكون أيضا بالمرحلة المقبلة موضوع الشرق وكيفية تقسيم النفوس بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا طالما أنا سأقول لك بكل بساطة بحسب ما كتبت عن هذا الموضوع بكل بساطة سيكون هناك من التفاف من عدة جوانب لأخطأ أخطأ كثيرا يعني عدة ملفات ولكن مننا أنه أخطأ كثيرا أردوغان بموضوع بعض التمدد وبعض التصريح اللي أقام ولن يسمحوا له بهذا التمدد لن يسمحوا له يتفى الدول الكبرى تتفق أنه هناك حدود ممنوع أن يتخطى أحد وأردوغان تخطاها صحيح استغل الظروف يمكن مات وأنا أتفق معك بهذا الموضوع ولكن لن نشوف قرب أردوغان من الروسي وقربه من الأمريكي واللعب على هذا هو دائما اللعب على هذا واضح قرب تركية من روسيا وقرب تركية من إيران وقرب تركية من قطر هذه مسائل واضحة نحن ما عم نقول أنه وقت اللي بدك تجي تصد بعض تصد الطريق أنك أنت رح تروح باتجاه خصومة ولكن عم تحكي بالحياة السياسية بالحياة السياسية بالحياة السياسية بالعلاقات السياسية اللي فيها مصالح متشابكة الرجل أمام واقع سيشهده أنه هو ستوضع له العديد من العوائق والحدود والحواجز بالسياسة اللي كان وضعها وماشي فيها مستغلا الانقسامات الحد الموجودة طالما أنت تعتقدين أنه حل أي ملف وتغيير السياسي سيؤثر على كل الملفات لأنه بالطبع ما فينا نفصل الملفات عراق سوريا لبنان اليمن ما فينا نفصل أبدا أنا بوافقك بهذا حتى إيران بزاتها يعني داخل اليوم يعني اليوم خليني أقولك شغلة الضغط اللي كان يمارس أو مازال يمارس على إيران بموضوع الاقتصاد والعقوبات وموضوع العقوبات وحجز الأموال وحجز الأموال وإلى ما هناك فهذا موضوع ما رح يصير فيه إله حل تدريجي يعني اللي بيعتقد أنه الحل سيكون تدريجي بهذه المسألة ورح نوصل تدريجيا إلى حلول نحن منا بزمن الحلول التدريجية بالمنطقة يا رح يكون في حل لكل هذه لكل هذه النقاط وهون سؤال المركز المطروح شو بده يصير بصفقة القرن هذا بحث مع أول مشكل بصفقة القرن إذا كان في حل كل هذه الملفات إلى بحث آخر يمكن تؤجل بيرجعوا بشغلونا بحل الدولتين كم سنة لقدام تأثير هذه الملفات على لبنان نحن نطرين من زمان نطرين الانتخابات الأمريكية من زمان نطرين النتيجة من زمان نطرين تسلم جوزف بايدن بدنا ننطر بعد سدريلا وكيف يمكن أن تدعكس وفق الرؤية اللي أنت شايفتي أنه المفروض تنعكس إجابا على البلد لا ما قلت تنعكس إجابا بالمرحلة الحالية يا ستاز عباس تكون نرجع الواضحة مع الوقت ربما مع الوقت ستنعكس إجابا ربما إذا صار فيه هذا التقارب الدولي اللي حكينا عنه إذا نجحوا فيه مثل ما عم بفكروا يعملوا ولكن نحن بحالة بمكانك روح انقسامات داخلية وانقسامات خارجية البعض يعول على الغاء الآخر في الداخل والبعض يعول وبعض الآخر يعول على التغير وتبدل في التحالفات الإقليمية والدولية فيه فراغ على الساحة الداخلية خليني يكون صريحة أكتر وقالك أنه هناك العديد من الفرقاء لديهم مصلحة بأن يبقى لبنان اليوم بالواقع اللي هو فيه يبقى ما فيه كتار من الفرقاء الداخلية عندهم مصلحة أنه يضل لبنان اليوم بهذا الوقع النيوترال إذا بدك يعني هايك مثل ما هو فوضى أزمات انكسار إفلاس هلأ صحيح فيه نظرية بتقولك أنه نحن أمام مؤامرة أوكي هيدا ما أكيد ما بننكرها أنه فيه مؤامرة علينا وفيه ضغوط اقتصادية وفيه وفيه لحتى نوصل بمرحلة ما إلى لجم وإلى إقصاء المحور الممانع ومين قالكم تكونوا فزدين بالإدارات وتضيعوا المساري الفساد أكيد مسألة مسألة مهمة ولكن لماذا تتعطل اليوم الحكومة ومؤسسات الدولة وتشكيل الحكومة لماذا ليتم يتم تعطيضها هلأ أكيد لبنان ما ترك لأنه ما حدا هلأ عم يسعى إلى حل ورقة لبنان المصلحة لضل بعض تقتضي ببقاء الحال على ما هو عليه وخوفنا نحن إذا بدك يعني نعم نقرأ هيك شو عم بيستير بالبنان الخوف أنه يكون هذي مصلحة بقاء الأمور على ما هي عليها تستمر لفترة طويلة بس بطل فينا تستمر لفترة طويلة ونروح كلنا باتجاه التمديد بكل شيء يعني تمديد لمجلس النية بحكومة تصريف أعمال ممددة إلى مالها تمديد لرئاسة الجمهورية تبهت ما حدا بيعرف يعرفيني كمان عرفات حكومة تصريف أعمال باقي رئيس حكومة معتكف بيعتكف بيرجع بيعتكف ببيت الوسط حكومة تصريف أعمال يمكن يضل الوضع على ما هو عليه لأن البعض ليس لديهم مصلحة بأن يتم أي تغيير بالمرحلة الحالية وانت بتعرف كتير من ناح أنه بـ 17-20 بـ 17-20 صرخ الشعب اللبناني وقال صوته هو يطلب بالتغيير وكانت مطلب محق وطالب بإلغاء الفساد والإلغاء الطبقة السياسية الموجودة طبعا أكيد في جهات خارجية أرادت أن تركب هذه الموجودة وتحقيق مقارب سياسية ولكن يجب الزهاب يعني اليوم هناك مجدرة فرنسية أستاذ عبد لماذا أنا بدي أسألك سؤال التي تعطيل الحياة بلبنان ليس أول مرة حصلت معنا قبل أكيد عطول نحن عطول ليس أول مرة ولكن حاليا الظروف صعبة جدا هل التعطيل مفتعل برأيك ومين اللي عم بيعطل برأيك كمان أعتقد أنه التعطيل مفتعل نعم التعطيل مفتعل عندما اليوم أنت بدك تطرح مثلا شكل حكومي معينة وترفض أنك تروح باتجاه مثلا نعم تطرح 18 وزير ما بدك يكون في 20 وزير وقتل بدك تتقارب مع فرقاء سياسيين وأنك توعدهم بمكاسب سياسية داخل الوزرات المحددة وبدك تقصي فريق آخر وقتل ما بدك تنتمعطل وقتل اليوم مبادرة الفرنسية بتقول توافقوا جميعكم هذا الكلام كله موجه للرئيس سعد الحريري وقتل بدك تلغي فئة هي فئة مجتمعية تشكل المجتمع اللبناني هي فئة ما بدفوت بموضوع على طواقف أنه شعية سياسية ومرؤونية سياسية وإلى ما هناك ولكن وقتل فئة أنت بدك تشيلها وتعتبر أنه ما بدك يهاد تكون بداخل الحياة السياسية شا بده يكون هيدا تعطيل 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 هيدا تعطيل يعني مفبرك ولا هيك أنت بتشوفي أنه الرئيس سعد الحريري هو من يعطل تشكيل الحكومي فقط لحاله من البلد لا أكيد لا من الطرف الأخر مع بقول أنه الرئيس سعد الحريري في تعطيل أكيد هو لحاله من يعطل من يعطل لكن كله اللي ذكرته هن سعد الحريري طب اليوم أعتقد أنه بالأداء بالأداء في يعني استاذ عباس نحن يعني عم نجرب نقارب الموضوع أكتر ما عم نفوت بلشنا بالحريري أنا عادة قليل ما بفوت بالحديث الجماهر يعني محبوا الناس يسمعوا أنه عم صوى بعفلان أو على الأعلتين اليوم في تعطيل مفبرك هيدا التعطيل مفبرك يأتي من عدة جوانب هذه الجوانب داخلية معروف ارتباطاتها الإقليمية والخارجية وين المصلحة لدى العديد من هذه الفرقاء أنه ما تتشكل حكومي المصلحة تقضي بإبقاء الحال على ما هو عليه والبعض كان عنده مصلحة اليوم أنه ما يتأجج الشارع والشارع السنة ما يعتبر حاله أنه هو شارع مهمّج وأنه عنده رئيس حكومي ما بيمسله مثل الرئيس حسان دياب ويجب أن نأتي بالرئيس سعد الحريري على الأقل لتهدئة الشارع السنة لأنه ما عنده مصلحة أنه يتأجج الشارع مشانه هيك منشوف أنه كتار مفرقات بين أداركين وما أنه يجي الرئيس سعد الحريري وبالتالي لأنه عنده مصلحة أنه ما يرجع يصير في تأجج والبعض يسأل الرئيس سعد الحريري عنده مصلحة ديوم أنه يرجع يكون موجود بالساحة السياسية ما يكون صار على جناب وبالتالي ما تكون أنه هو أخلى الساحة وترك الساحة من دون ما يكون عم بيقوم بمبادرات إنقاذية طرح مبادرة إنقاذية ما عنده علم لماذا لا تطبق المبادرة الفرنسية ولماذا وقت اللي فتنا بيطبق هذه المبادرة أيضا التيار الوطن الحرصر بده أو رئيس الجمهورية التلت الضامن والرئيس الحريري إنه كمان بدون التلت المعطل رح قال لك المبادرة الفرنسية يتحكموا بالبلد تماما أستاذ عباس المبادرة الفرنسية طلبت بالأساس توافق الجميع نعم طلبت اشراك مجتمع مدني بما معناه إنه تكون حكومة مستقلين حكومة تكنوكرات هاي دي أمور بدهية ولكن اليوم نرجع منشوف إنه رجع تسمية الرئيس سعد الحريري الرئيس سعد الحريري ورئيس حكومة محاسب نعم في عنا حزب هو حزب حزب المطير المستقبل سمينا سعد الحريري لأنه الظروف تحتاجه والكل وفاق عليه مش بس الظروف تحتاجه برجع بقالك اليوم تسمية الرئيس سعد الحريري لأنه كان فيه مصلحة بعدم تأجيج الشارع بتهدئ احدى يعني احدى الظروف تماما ولكن ليه تهدئت الشارع لإبقاء الحل على ما هو عليه وهو كما فيه ورقة بإيده لم يتغير بالقناعات وبالمفاهيم اللي كانت قابل بما يتعلق بموضوع أنه ما بده يعطي السلسل معطل للفريق الآخر يعني هلأ بلبنان كلنا ناطرين لا يتفق الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل لا يعملون لنا حكومة لا أنا أعتقد أن الموضوع مختلف عما سبق نحنا اليوم بلبنان أمام مرحلة يا أما رح يرجع يصير فيه للأسف يعني نحن دائما نسعى ما يكون في عنا سيادي ولكن التركيب اللي حاصل نتيجة الانتخابات النيابية وهيدا المحاولة تمسك زمام الأمور يعني من الأحزاب السلطة ومن الأحزاب السياسية القائمة سواء بمجلس النواب أو بالحكومة نحن أمام واقعين أمام مشهديتين المشهدية الأولى إما سيأتي هناك ضغط دولي عربي وأوروبي وأمريكي من حيادي تتعلق بالحكومة خليني أقول للأسف بس إنه هذا هيك اللي عم بيصير هلأ يا أما هذا اللي بدو يصير يا أما نحن أمام تعطيل مستمر لحين فعلا تتأزم الأمور أكثر سواء على المستوى المعيشي أو المالي أو النقد أو الاقتصادي أو ربما الأمني للأسف ونوصل إلى عقد اجتماعي جديد وهو سبك دستور جديد ما في حال تاني هذه الصعوبة أو في عندك حال تالت في عندك حال تالت تتشكل حكومة صورية حكومة مستشارين صورية ما عندها رؤية غير صندوق المقد الدولي وتكمل مثل ما مكملين بنوجد فيها الكل نكمل مثل ما نحنا مكملين نروح على الهاوية ويرجع بيتأجج الشارع ويصير في فوضى ونرجع إلى نوع من المستوى واضح جدا يا منوع كلنا لمصلحة البلد يا بدو يصير في شيء بالشارع ما في نوع كلنا ما في نوع كلنا اليوم في عندك في عندك سلطة سياسية لا تقتنع بأنه بأنه النظام السياسي النظام السياسي أو نفوذة السياسية احتز ويجب أن في شيء تغير ويجب أن تجلس جانبا ليأتي آخرون هذا ما عم تقتنع أنا بدي ناقش معك هذه الفكرة في شيء تغير وما عم بيعملوا يعني ما عم بيتغيروا ولكن قبل ما نروح للفاصل السؤالي ضغط دولي عربي أو خلينا نقول تمني دولي عربي شو بدنا كان أكتر من المبادرة الفرنسية وأيضا البابا بأحد خطب وقال أنه لبنان يجب ألا يسقط والبترك يعني نوم الرئيس عون الصبح كان عند البترك وبالأمس كان واضح جدا على الحريري والرئيس عون أن يتصلحوا ويشكلها حكومة بدنا أكتر من هك ايه طبعا أكيد بدك بدك الموقف الأمريكي وبدك الموقف السعودي ايه ما مش موجودين الموقف السعودي إذا كان نقص أكيد ما احترامنا لكل الدول أهم من الموقف الفرنسي وكلمة البابا برجع بقلك بما يتعلق بلبنان 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 مفبرك هاك هلأ المبادرة الفرنسية برجع نحنا بنرجع من نتذكر كيف تمت تسمية الرئيس سعد الحريري وذكرت أنا بتذكر ممكن كنت معك بالمقابلة أنه الرئيس سعد الحريري طرح حالوة لكن المبادرة الفرنسية لم تبارك كثيرا تسميته وأيضا لم يكن لدي الورقة الخضراء من الإدارة الأمريكية نعم خلينا ناخد فاصل ما نحكي بعد الفاصل يعني بملفنا الأخير أو بجزء الأخير من الحلقة عن مسألة الخيارات أمامنا المتاحة وعشون طرين بعض القوى السياسية والبلد صار بالويلات إذا نفاصل ونعود لمتابعة السياسة اليوم أعودي لمتابعة السياسة اليوم ومرجل جدي رحب بالباحثة القانونية والسياسية أستاذة سندريلا مرهج مجددا لعندك اليوم حديثنا طويل وشيق بستراتيجيا كل شيء لا نوصل على لبنان كنا عم نحكي ماذا ينتظر اللبنانيون أو الفرقاء في لبنان لتشكيل حكومي رابطين البلد بكل بكل الملفات ولكن حتى ولو كانت الملفات إيجابية وكل هذا التقارب انعكس إيجابا على لبنان عندنا نحنا للأسف يعني نقطة ليست إيجابية هو نحنا حدودنا العدو الإسرائيلي يعني كل الدول مثلا البعيدة شوي ممكن ترتاح إلا نحنا ما سنرتاح يعني هيدا هيدا العضية وكان في هناك تخوف وما زال التخوف حتى الآن من قيام مثلا دربي إسرائيلي كنا عم نقول قبل ما يخلص ترامب يسلم مهامه البعض متخوف من دربي يمكن شوي حزوزة قلة التحليلات بهيدا السياق أنه هل ستوجه الولايات المتحدة أو ترامب يودعنا بضربي أو الإيران يرد على انتقام بالذكرة السنوية لاغتيال القائدين بالطبع السليماني والمهندس هل بعض فيه إمكانية لحرب بهيدا الوضع يعني إن كان ضربي أمريكي أو رد إيراني موضوع الشحن بهذه المسألة مثلا بارح أعلنت إيران أنه إعادة 20% من تخصيب اليورانيوم الحشد اللي عم بيقوم فيه كمان ترامب كان تجاه إرسال إرسال أساطيل وإلى ما هناك هذا الحشد العسكري بدلو كأنه قد يكون هناك ضربة ولكن أعتقد أنها بعيدة يعني ما عنده بالداخل الأمريكي ما يحصن وخاصة بالكونغرس تجاه القيام بأي ضربة تداعيتها لن يتحمل لن يتحمل ترامب وأعتقد أنه والضربة بس بدأت تصير ما منفرج أنه بدنا نعمل ضربة هيك بكل هدوء هذه حرب النفسية هذه الحرب النفسية يعني الحرب النفسية ولأن كان فيه إلى بعض الإشارات العسكرية ولكن تبقى الأمور في إطار الحرب النفسية وإطار الضغوط الإضافية بالمقلب الآخر الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت أنه هي ستقوم بالرد بما يتعلق باختيال والإيراني كان واضح ولكن لا أعتقد أنه الرد سيأتي بهذه المرحلة أي قبل عشرين الشهر من الجانب الإيراني بضربة عسكرية ومع بايدن سياستو معروفة شو رح نرجع للسياسي أنا بدي رايحك شوي تعابتك كتير اليوم بدي روح للبروفيسور جاك مخباط الأخصائي بالأمراض الجرثومية صباح الخير أهلين صباح النور بروفيسور يعني أنت بكل تصريحاتك الأخيرة كنت عم بتقول اليوم بالطبع هو بداية اليوم الأول من الإقفال كما الكل بيعرف بعد النتائج الكارثية والأعداد الكارثية بالمصابين بكورونا قلت أنه نحن صرنا بسيناريو كارثي قديش خطير السيناريو لوصلنا له وقديش هيدا الموضوع صعب على الجسم الطبي بالبلد يعني هالسيناريو الكارثي بلش من مرحلة الأعياد وتوصل حاليا إلى أعداد مثلا عم بتشوفه ما يفوق الأربع تلاف إصابة يومية على ثلاثين ألف يالين فحصي يعني أكيد إذا نفحص أكثر من ثلاثين ألف إذا نفحصنا خمسين ألف أو ستين ألف يمكن العدد يكون أكثر بكتير كمان لذلك نحن متخوفين جدا من هالإصابات المتزايدة وعدم إدرة المستشفيات تتحمل الإصابات الزائدة وخاصة الإصابات الخطرة التي تحتاج إلى العناية الفائقة نحن الآن في مرحلة بداية الكارثي ما صرنا بنصها وأنا أتخوف جدا من عدم التزام اللبنانيين بالأكفال التام لأن صراحة هالأكفال التام ليست تاما لا يزال في الضغور بيها الأكفال اليوم الصبح أنا وجاية على المستشفى شفت أنه في ناس كتير بالطرقات وفي محلات فاتحة ويلي بدك يه إذن الالتزام صحيح محلات أكل كانوا بس قد ما يكون العجقل بالطرقات يعني كله هيدا بيدل أنه صراحة ما فيه التزام تام بالأكفال وهيدا أنا بالنسبة لألي يا أما بدنا نقوم بشدة بالشغل يا أما بدنا ناكلها وأكلناها دجا أكلناها وأنا متابعك دائما شو المطلوب من الكل من الدولة من الوزارة من المعنيين وأيضا من الشعب اللبناني بظل هذا الوضع الكارثي بروفسر المطلوب هالقرار هيدا يجب أن يعني ينعطى انزار ينعطى غرامة غرامة موجعة وليس نحنا ليس لسنا بصدد مسيرة بهالوضع هيدا لأن رح ينزيد عدد الوفيات عم نشوف عائلات عم تنصاد وعائلات عم تشوف وفيات يعني هذه ليس لعبة ليس لعبة ليس لعبة ليس لعبة دور الحكومي هي أن تضع البرامج الميزانية لدعم الأعمال الطبية والاستشفائية ودعم الكمامات وتوزيع الكمامات وتوزيع الثياب الواقية للجسم الطبي والتمريدي ودعم المادي للمستشفيات خاصة المستشفيات الحكومية والمستشفيات الجامعية يلي عم تتلقى أكبر عدد من الإصابات الضغط على المستشفيات الخاصة يلي لا تزال تتلك لوضع آلية لمعالجة مرضى الكورونا أنه تفرض عليهم نوعا ما بتعماله أكيد لا يبلش يحضروا حالهم أكثر وأكثر لأن صراحة الأكثرية الصاحقة من العمل في الوقت الحاضر عندنا بالمستشفى أصبح عمل كورونا الدور الحكومي كمان أنه توزيع المسؤوليات على البلديات وتوزيع الإحصاءات لكي يتم إحصاء جد لنقدر نعرف على المضبوط شو عم نعمل وشو عم يصير دور الحكومي كمان أنه تقدر تأمن اللقاح الضروري بسرعة بأسرع وقت ممكن أي لقاح كان لأن كلهم بالوقت الحاضر برهن وعاف عليتهم صحيح أنه نحن نمتسل باللقاح الذي تم الموافق عليه في أمريكا وفي أوروبا ولكن اللقاح الصيني منه عاطل كمان واللقاح الروسي منه عاطل يعني يتطبقوا واللقاح الصيني يوزع حاليا في عدد البلاد العربية يلي مثلنا مثلهم يعني بقى أنا برأي يجب وزعوا بالصين لأنه ليش الصين ما يعرفوا يعملوا لقاح لحالهم يعني خلينا نكون واقعيين إذا أنا برأي ضروري جدا أنه يكون في أي قرار بشراء اللقاح وتوزيع اللقاح أو بيع اللقاح أنا أكيد أنه في عدد كبير من الناس مستعدين أنه يشتروا أو يشاركوا بتوزيع اللقاح وهيدا بالوقت الحاضر الأمل الوحيد اللي عندنا هيه هيدا من الشعب اللي مطلوب منه أنه يلتزم بالقرار أوكي بعرف أنه الشعب رح يتعب اكتصاديا ما رح يقدر يشتغل بس أنا منبه شعري وهلا كنت عم بحكي مع مدير مؤسسة قلتل له منص الموظفين تبعولك أو عشرة بالمية منهم أو عشرين بالمية منهم في عندهم إصابة إذن أنت مجبور تسكر المؤسسة تبعين لك إذن شو ربح هو إذا ترك مفتوح هالمؤسسة الموظفين تبعوله عم ينصابوا عم ينجبر يحجرون عم ينجبر يتصار يمنع الباقيين يجوا عالشغل إذن عم يخسر شغله كيف من كان لذلك ضروري جدا أنه كل واحد في مؤسسته أنه يحافظ على المناعة للموظفين يحافظ على الدفاع عن الموظفين وكل موظف عنده إصابة ينبعد على البيت وإذا صار في مشان هيك التسكير حتى التسكير ما يجو يقولولي أنه نحن عم نسكر وعم نخسر شغلنا لا يلي عم نسكره عم يحمل الموظفين عم يحمل المؤسسة لأن هيك هيك المؤسسة ما رح تقدر تشتغل يلي رح يكلو أكتر شي هن الميومين بس الميومين إجمالا يعني هاي الصعوب اللي رح يواجهوها وأنا برأي يجب أن يكون في قرار من الدولة اللبنانية اللي دعم الأشخاص اللي بيشتغلوا مش بمؤسسة بس كعمل يومي نعم بروفيسور جاك مخباط الأخصائي بأمراض جرثومية الأمور أسوأ مما نعانيه لأنه الدول الكبيرة سقطت أمام هذا الاختبار ونحن دولة عند الكثير من الأزمات ما قادرين يعني والخسائر ستكون بالأرواح لا سمح الله شكرا جزيلا لك ويعطيك ألف عافية أنا بدي أرجع لعندك سندريلا قبل من نرجع للبنان والأفريقاء السياسيين في لبنان في عندي على السوشيال ميديا سؤال يعني نحن تخطينا يمكن الملف ولكن سأرجع أسأله لأنه بطلب خاص بالعراق ما يحصل في العراق والحديث عن الحشد الشعبي الضغط يعني أنت ذكرتي كمان قبل شوي أنه النفوذ الإيراني شو هيكون كيف سيتصرف الحشد الشعبي مع ما يحصل في العراق أو قد يحصل في العراق طبعا أنا اللي كنت عم بقوله أنه الملفات مرتبطة يعني ملف العراق سوريا لبنان اليمن هي ملفات مرتبطة يعني تتعلق بالضغوط اللي عم تتمارس من الإدارة الأمريكية باتجاه إيران وبالمرحلة المقبلة طبعا عراق هي محورية كما سوريا هي محورية وبالتالي يعني من الضغوط التي ستمارس على العراق هي محاولة تفكيك الحشد الشعبي ومحاولة تحجيم موقع الحشد الشعبي كما سيكون أيضا هناك من ضغوط إضافية على حزب الله وعلى حول دايما منسمع أنه إذا اتفقت إيران وأمريكا وين مستقبل حزب الله مستقبل الحشد الشعبي ولكن المستقبل بحث سيدي أطروحة يعني بنعمل أطروحة عنها ولكن أنا اللي عم بقوله بما يتعلق بالضغوط الأمريكية الضغوط هي أيضا كمان ستكون متزامنة مع الضغوط حول الوجود الإيراني سواء الحرس الثوري يعني مطلب أمريكي تقولين أنت طبعا أكيد الوجود الإيراني في سوريا وهل ستكون روسيا أو ستأتي القوات الروسية لتحل مكان الوجود أو النفوذ الإيراني الحاصل في سوريا هل سيتم فعلا الرضوخ من داخل العراق أو تأجيج الصحة العراقية أكثر نحو الصدمات الداخلية المذهبية والطائفية لتفكيك نرى خطبات كثير عالية النبرة تجاسل حزب الله وتحجيم دور حزب الله الأمور هي كلها مترابطة تتعلق بنقطة أساسية الضغط الأمريكي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية بموضوع اتفاق النووي بموضوع الاتفاقيات الاقتصادية بمحاولة إرضاء حلفاء بالخليج إذن المرحلة المقبلة هي أيضا ستستمر بهذه الضغوطات إلى حين وصول الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجلوس مع الإدارة الأمريكية والردوخ ربما بحسب ما يعتقد كانت إدارة ترامب أنه عندما ستجلس جمهورية الإسلامية الإيرانية ستردخل شروط التي ستبع الإدارة الامريكية بينها بالمقلب الآخر نرى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتماسكة وباكتفاء الذاتي الحاصل وبقوة حركات المقاومة اللي هي داعمتها بالعكس هي عم تقول إذا كان سيتم جلوس مع الإدارة الأمريكية لن تكون مع إدارة ترامب أولا وعلى الأمريكي أن يتراجع هل يصار مع إدارة ترامب فعليا صفحة من جانب نقرأ أنه نوع من ربح مكسب للجمهورية الإسلامية أنه وجهة نظر الإيراني هذا رئيس لا يمكن الاتفاق معه لا يمكن لإيران أن تجلس مع ترامب خاصة بعد اغتيال سليماني وبعد كل ما يحصل من ضغوط ومن حصار لا يمكن للجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تجلس مع ترامب ولكن اليوم الأمور تغيرت بايدن سيستلم بعشرين للشهر كيف ستستمر العقوبات وكيف سيستمر الحصار من الحشط الشعب ومن الضغوط على حصار سنعمل حلقة ثانية جزء ثاني عن تحليل الدولي أنا وإنتي ولكن نعم يخلص الوقت بدي أرجع على لبنان أنا بس بدي أقول عن موضوع كورونا موضوع كورونا هلأ اكفال وفي ناس مع الاكفال وناس ضد الاكفال علما أني أنا أعتقد أن لبنان منذ زمن يعني هو عم يعيش نحن عم نعيش موضوع مناعة القضيع منذهم نكون حدا بعترف فيها غير رسمية غير رسمية لا مش انتهجتها الحكومة هي حالة نعم 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 صاري أثبت حالة أنه نحن بحالة مناعة قطيع كل المناطق كل الكرة كل المؤسسات كل البنايات كل الشوارع كل الدنيا فيها كورونا ونحن بحالة تقريبا شبه مناعة قطيع معا منشوف منها الحكومة غير عم تروح باتجاه الاكفال والاكفال التام والاكفال الجزئي طبعا أكيد وزارة الصحة ووزير الصحة قام فعلا بجهود يعني حسيسة بموضوع شوي كيفية مقاربة هيدا هيدا الأزمة ولكن طب شو الحال يعني نحن اليوم حتى بضمن الاكفال ما نحن كمان يعني المجتمع اللبناني مركب بشكل مختلف عن أوروبا إذا بنا نجيب سياسات كوبي بيست من بريطانيا ومن ألمانيا ونجي نستعملها هون ما بيمشي الحال نحن اليوم عنا علاقات عائلية في كرة في الزيارات اجتماعات من البيوت عم تعدى وعم بيصير فيها عدوى العدوى العائلية والعدوى الأهلية وهذا ما انتشر على مواقع التواصل صورة للوزير واتحمد الكثير للانتقادات كمان هذا غير موضوع الزيارات العائلية بتنقول لا كمان سندريلا مازالا بيكون حاطة كمامة يعني كمان أنه بيقعدوا بأنه مفروض وحد يقعد محصول مش المفروض يقعد أنا اللي عم بقوله أحباز أنه الحياة المجتمعية اللبنانية تختلف عن الغرب أكيد وأنا بوافق بدنا نعمل شيء يعني يتوافق لا ما بدنا نعمل شيء أنه بس دايما تكون المسئولية على المواطن أنه المواطن نزرب وحط كمامة وقعود وحكر الاقتصاد مختلفنا هايدي واجب على المواطن أنه هو يكون في عنده حالة وعي وأنه هو فعلا ينتبه بأخذ الاحتياطات اللازمة ولكن السؤال المركز المطروح اللي أنا بدي أطرحه اليوم على اللجنة وعلى الحكومة وعلى الوزراء المعنيين طيب ما قدروا أبدا جابوا مستشفيات ميدانية مثلا فيها أسرة مساعدات يعني لبنان بعد انفجار مرفق بيروت وصل من قطر مستشفيات ميدانية ما أنه كافي هيدا الموضوع أنه قطر مستشفى والجيش عم بيركبها وصار في خلافة عليها بمنطقة معينة موضوع بس أنا اللي عم بقوله أنه بعد انفجار مرفق بيروت شفنا هيدا الالتفاف الإنسان الدولي على لبنان وقدموا كتير من المساعدات والدول كانت مشكورة طبعا ولا أن كان طبعا في كتير من المتضررين يعني بعد ما استحصلوا على تعويضات والدني خرباني وبيروت خرباني والتحقيقات خرباني وكل شيء خرباني بس اللي عم بقوله بموضوع كورونا طيب أوكي سكرنا المحلات وسكرنا الأسواق والأماكن العامة وبالبيوت بعدها عم تزور بعضا ولا نفرض أنه بطل تزور بعضا وواجب الحكومة اليوم بالرعاية الصحية كيف ليس لدي مستشفيات ميدانية من طلب أنا لم يعرف بدأ اطرح سؤال يا رت أنتم كأعلميين تعملوا هذا الروبرتاج تطرحوا أنه هل الوزارة الخارجية توصلت مع حد من النزراء بدولة من الدول طلبة مساعدات بهذا الموضوع طلبة مستشفيات ميدانية رئيس الحكومة طلب مستشفيات ميدانية مستوصفات ميدانية يكون فيها أسرة أجهزة تنفس مساعدات أجهزة تنفس فيه أعداد فيه عندكم داتة بهذا الموضوع بس أنه خلاص سكرنا وأكفلنا تاب اليوم اللي بدو يفوت على المستشفى بالعناية الفائقة وهذا السؤال من كل المواطنين وليس فقط في ملف كورونا أنه لماذا لا تسير أمور الناس بعدين عم بيسكروا الدولة بدول برا لما عم بيسكروا في معاشات عم تعطل الناس هون لا في تأمين رعاية صحية لا في تأمين موارد مالية لا في أدوية موجودة بكل المستشفيات ما زال الأقنع على الكمامات أنا بعرف ما كمان ما لا توزعت على البلديات ولا توزعت على البيوت ولا يعني شو المطلوبة من المواطن غير دايما بيطلعوا بغير أنه يأكل زبط يتحمل المسؤولية أو بيأكل زبط وغيره هيك شو اللي عم تعملوا شو اللي عم تعملوا الدولة ملخص مفيد أستاذ عم باساس بحلي لبنان فشل في إدارة أزماته كل الأزمات حشفنا قبل صار موضوع الحرايق ما عرفنا عملنا حرايق كان ولي على لبنان كورونا إدارة أزمة كورونا إدارة فاشلة الاقتصاد إدارة ما فيه المالية النقد اليوم الدولار 9000 ما فيه وخبر كان نحن فيه أزمات لبنان فعليا إذا المجتمع الدولي أنا بتأسف يعني نحن ما بدنا نتفرج دولتنا حتى بالسياسي فاشلنا دولتنا دولتنا دولة مقاومة دولة ثابتة دولة قوية دولة موجودة ولكن سلطتنا سلطة فاشلة نعم سلطة بالسياسي كنا عم نحكي قبل لنختم بهذا الموضوع صندريلا نحن بحاجة إلى شيء بالسياسي لازم نغير هيدا السياسي تفشلك طوال السنوات برأيك كيف شو لازم نعمل لنروح أولا نسمع مطالب الناس المحقة نروح لنغير نروح لنعمل إصلاح بالإدارة لا تخون الناس بلش بعدم التخوين بلش بتفعيل مفهوم المواطنة اليوم وقت اللي بتطلع فئة من العالم بتطالب وبتحكي وبتقول شو في عندها مآخذ على السلطة وعلى أداء السلطة وبتحكي إنه هي ضد الفساد وهي بدها ديمقراطية حقيقية وبدها قانون انتخاب نسبة لا يستثني أحد وبدها 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 استعادة الأموال المنهوبة وإلى ما هناك أول شيء ما تخونوهم أول شيء قعدوا معهم يعني سمعنا اليوم أنه بوقتها أنه الكل صار يقول أنه نحن مستعدين نقعد مع مجموعات من المجتمع المدني ونقعد ونقعد معهم ما شفت حدا قعد مع حدا غير مع بعض الرموز اللي هي هي دي بعض الأشخاص يعني مع احترامة للعديد مننا ولكن في بعض الأشخاص اللي هي كانت تابعة ربما لسفرات شفنا أنه البعض عطاها كتير قيمة وخافوا مننا وقعدوا معا كيف منعزز مفهوم المواطني بالآنون الأنوننا أولا استاذ عباس دستورنا هو إذا بتجيب تنظر لأله دستورنا عزز المواطني أعطى الحرية وأعطى المساواة وأعطى المناصفة وأعطى كتير أمور لم تطبق من اتفاق الطائف لغاية اليوم ولكن نتيجة الممارسة السياسية اللي حصلت واستأثار العديد من الأحزاب بالسلطة ومحاولة فرض نهج ثابت بالسلطة الفساد المستشري وإلى ما هناك يفرض أولا 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 تغيير العقد الاجتماعي وأنا قلت أيضا نظر من أكثر من تلك سنة بالطبع نخروش شوي شوي من النظام الطائفي قبل موضوع النظام الطائفي ترك لي موضوع النظام الطائفي أنت كيف تغير عقد الاجتماعي غير ما تغيري النظام السياسي وتخرجي من الطائفية موضوع النظام الطائفي أكيد هو مسعى من الدولة المدنية هيدا هيدا بدو بدو كتير شغل بدو كتير شغل بدو عقود من الزمن لحطة يتطبق. نحن اليوم قمان مقذة كيف منخرجه من المقذة? قد قللي إلغاء الطائفية السياسية انو لا نحن عم نحكي حاملين يا فحاق. عقد الاجتماعي كيف نوصله? يعني انا بفهمك استاذ عباس انت عم تسأل اسئلة الناس. ولكن انا لا 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 كيف منوصل للعقد الاجتماعي? تفضلي. نزل بالشارع. نحن نزلنا ومجموعة وكل شيء نحمر مجموعة افطاة نقول بدنا الدولة المدنية. هيدا مطلب هيدا مطلب يتحقق على المدى البعيد. ولكن حاليا اليوم نحن وقت اللي بدنا نطلع من ازمة بدنا نلاقي حلول. اول الحلول هي انك انت تتفعيل المواطن انك تقبل اشراك مستقلين بموضوع الحكم بدك عاقد اجتماعي جديد. انا بالرأيي بدنا دستور. الدستور بدو تعديل. هلأ البعض بيقول لا الدستور بس قوعت نصف في دستور الطائف. إذا ما استينا في دستور الطائف كأنه ما بعض شو عملنا. ما في دستور منزل دستير العالم كله بتم 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 تطويرة تطبيقة. تطويرة تطبيقة أول شغلة أول شغلة أول شغلة أول شغلة بعتقد أنا مفتن يعني أكيد قانون انتخاب نسبة خارج القائد الطائفي أكيد ولكن هلأ غير قابل للتطبيق تكون وقعية ومنطقية. موضوع موضوع إعادة هيكلة مؤسسات الدولة. تفعيل أجهزة الرقابة مش متل ما هي موجودة متل مؤمن ولكن هيدا كله ماتر بحاجة إلى شيء يتدهرنا من الحالة الطائفية ما فينا إلا بقانون نروح قانون انتخاب خارج القائد الطائفي مثلا. نحن بدنا قانون انتخاب خارج القائد الطائفي ونحكي بالله طائفية استيسية أنه هي الحال نحن رح نصير بقعر القعر وبالهاوية أكثر. مطلب ما بقل لك لأنه مشروع مطلب. لا 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 أنا ما بقول مطلب اسمحي شوي يعني كرمال ما يضيع الوقت بنهاية الحلقة. أنت كيف بدك تروحي لتعززي المواطني وعقد اجتماعي جديد وبنفس الطأم السياسي وبنفس النظام السياسي وبنفس أنه الانتخابات الأكثري وبنفس المتاريس الطائفي وبنفس الأحزاب. نعم. نعم. أنه المطلوب اليوم أولا أولا في في ثقافة مجتمعية بدأت تصير سائدة. نعم. أنه تداول السلطة يعني يكون فيه أشخاص جدود تداول السلطة. نعم. نعم. يكون فيه المستقلين أنه المستقلين هني كوة. بدون قانون خارج القيد الطائفي. قانون انتخاب. نعم. قانون انتخاب موضوع كتير أساسي. خارج القيد الطائفي بالمرحلة الحالية اليوم. هيدا موضوع عم نحكي فيه. هيدا مطلب. هيدا حلم ولكن غير قابل للتطبيق. نعم. لأنه عندك فرقاء هني شركاء بالوطن. العديد من الفرقاء من كل الطواقف. لو ما حدا يفهمني. ما بدون. لا يريدون. صح. آآآ. ازان كيف من نسمح للأقليات أو لا المستقلين يجوا على المجلسي tej؟ وأنا أعتبر. وأنا أعتبر. وأنا أعتبر أن الطائفية السياسية شاء. لأن طائفية السياسية بمراحل عديد من لبنان. نعم. نعم. رح يعرضني ولكن هيدا حقيقة. الطائفية السياسية وتكوين النظام الطائفة السياسية بسبب بفترة من الزمن نعم سبب حرب أهلية وبفترة من الزمن كان هو نفسه سبب الاستقرار المجتمعي والامن. وبالتالي هلا هيدا ما طلب منحطه على جنب بس بدنا نقوم بالاقتصاد وبدنا نقوم بالاقتصاد. هيدا الصح. هيدا الصح. بدك تتحول الاقتصاد لاقتصاد منتج. تتحول الاقتصاد لاقتصاد منتج. اليوم عندك قطاعات هي سروة طبيعية. اول شغلة خلينا نلاقي حل موضوع النفط والغاز. نعم. تب ما عندك سروة اليوم موجودة بالبحر. هيدا اليوم. خلونا نخلص من الازم الاجتصادي. وبعدها ما نفكر بالبلد. بس انا ما بعرف ليش بتمشي الامور بتدرجهم باللبنان. يعني متل كان واحد عمartz ربي ولد وناط وكل سنه بسنته تاي تعلم الالف. انه ليش ما بيحطوا كل هالملفات. ليش ما بيحطوا كل هالملفات باند واحد. خلاص ايه. والموازات اندرس كل الملفات. يعني نعم. فتتعرف ان في فشل سياسي. فيه فشل سياسي. فيه كسل سياسي. فيه فشل سياسي. الفساد ليس فقط بالنهب الفساد ليس فقط بالنهب الفساد ايضا بالكسل بالفشل بسوق الادارة بالروتين السياسي تماما هلأ في شغلي كمان بدي إليك إياها موضوع بحس وفينا متحس ويعني إحنا باختصار بأول شغلة يتعدل الدستور يصير انتخاب رئيس الجمهورية باستفتاء بدك هيدا شيء أكيد لأنه أنا ما بدي أنت عم بطالبي بشيء أصعب من اللي أنا طالبت فيه لأنه أنا ما بدي أنه الأحزاب الأحزاب اللي هي تكون مسيطرة على المجلس النواب تكون مسيطرة على كل مجلس النواب خلينا نحن بلهاية الحلقة نتمنى أنه نوصل لمرحلة إشراك المستقلين إشراك بعض الأقليات بالتواقف ويحترموا إرادة الشعب ويعملوا استفتاء نعم ويحترموا إرادة الشعب ويعملوا قانون اللبناني إذا ما كان بحزب كبير يقدر يوصل لمجلس النواب لا يغير في ناس كتير في نخب في مستقلين لا تكون مع الأحزاب لا تكون داخل مجلس النواب أنا بوفق بهذا الموضوع لكن أنا أعتقد أنا أنا أحترم جمهوريتي وأعتقد أنه يعني النزام الجمهورية في لبنان هو نزام جيد إذا يتطبق بشكل فعال وهو للأسف لم يطبق هو للأسف لم يطبق بشكل فعال أول شيء موضوع فصل السلطات لعبوا الموضوع على مدى سنوات على أنه كانت السلطات كلها هي إنعكاس لبعضها ومرأيها لبعضها وإذا أريد أن تتحدث فعلاً دي يعني أنه يقوم بتحقيق الجمهورية الثالثة وعدة عوامل وقفت بدربو سيكون آخر رئيس جمهورية حزبي في لبنان آخر رئيس جمهورية حزبي في لبنان نحن حنعمل الجزء الثاني من الحلقة بأقرب وقت لا نتابع هذه الموضوعات بالطبع لأنه كل لبناني يريد التخلص من السطوة الطائفية والسياسية ليس فقط السطوة الطائفية لأنه كمان الفكر الاقصائي لأنه أنت عندك اليوم ما في تفعيل مفعول يعني موضوع المشاركة بالحياة السياسية أكيد أكيد وبدنا الآن يطبق على الجميع والحقوق للجميع مجتمع متنوع مجتمع غني بتنوعه ولكن يريدون منه أن نكون مجتمعاً متناحراً سندريلا مرهجة البحثة القانونية والسياسية أستاذة سندريلا شكراً جزيلا لك يعطيك ألف عافي مشاهدين الكرام شكراً لكم لحسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة